اشتركوا في القناة وقدم البيان أي تفاصيل عن اتهاماته هذا لأن التلفزيون الشادية الرسمي كشف عن مشاركة أحدى مجموعات المعارضة الشادية المسلحة في القتال إلى جانب سرايا الدفاع عن بنغازي المتهمة بتلقي دعم من قطر وبث التلفزيون لقاءات مع بعض أفراد المجموعة الشادية المسلحة التي يقودها محمد حامد ويوسف كلوتو والتي أعلنت عودتها إلى شرعية الدولة الشادية وكشف يوسف كلوتو خلال اعترافاته التي بثها تلفزيون الشاد الرسمي أنه ورفاقه المسلحون بالمعارضة اتفقوا مع طرف ليبي على القتال ضد تنظيم داعش ليكتشفوا أنهم يقاتلون كمرتزقة ضد طرف ليبي آخر في قضية غير واضحة لهم واضفها قائد المجموعة الشادية المسلحة أنهم وجدوا أنفسهم يقاتلون ضمن مجموعة إرهابية تريد تدمير بلادها ولا يمكن أن تدمر بلادنا أيضا فقررنا الانسحاب إلى الشاد حسب تعبيره وكانت قيادة الجيش الليبي أكدت أكثر من مرة مشاركة قوات المعارضة الشادية في القتال إلى جانب سرايا الدفاع عن بنغازي التي يصفها الجيش الليبي بالإرهابية اشتركوا في القناة